في المحاضرة دي نبتدي نحن ندي System Overview على الـ 851 Processor راحنا نتكلم عليه في مجموعة المحاضرات دي ونبتدي اول حاجة خالص بـ Introduction عامة على الـ Micro Processor and Micro Controller هتكلم على System Overview بتاع الـ Particular Device اللي اشتغل عليها هبتدي نتكلم عن الـ Memory Organization بتاعتها على الـ Program or Internal Data Memories على الـ Special Function Registers ونتكلم بقى على مجموعة الـ Preferences الموجودة بـ Briefly كده وكل واحدة طبعا فيهم هتاخد محاضرة مستقلة بحيث نقدر نحن نتعامل معها بشكل يعني يكون فيه دابت شوي الفرق بين الـ Micro Processor والـ Micro Controller الناس عرفيتوا انه هو الـ Micro Processor basic اللي بيبقى General Purpose CPU بيبقى فيه emphasis على الـ Flexibility والـ Performance يعني لازم يبقى فيه مرونة والـ Performance بيبقى عالي وعادة الـ User Interface بتاعه بيبقى Generic ممكن يبقى زي Keyboard زي Mouse حاجات دي كلها ما بيبقاش حاجة specific ما بيبقاش dedicated لحاجة معينة لا ده ممكن يستعمل معانا حاجات كتيرة كـ User Interface بيستعمل في الـ PC بيستعمل في الـ PDAs بيستعمل مثلا في الحاجات اللي زي ممكن نقول مثلا الـ Tablets الحاجات اللي هي بتبقى Generic User Interface دي ممكن نتكلم عليها ان هي تعتبر Micro Processor يعني مش حاجة تاني الـ Micro Controller بقى بتبقى Micro Processor زي الميموري بالاضافة برضه المجموع من الـ Peripherals بيتبقى موجودة في نفس الـ Chip الـ Emphasis هنا بيبقى على Size و Cost Reduction احنا عايزين Size يبقى صغير وعايزين الـ Cost يبقى أولي الألات من قدر عشان نقدر نعم بيقى حاجات تبقى تكلفة بتاعتها تبقى زهيدة يعني الـ User Interface بيبقى Tailored Application يعني مثلا بنتكلم على ان فيه مايك كنترولر جوه الـ TV Remote Control ده طبعا احنا بنتكلم على Remote Control ده بيتبقى في مصر بخمسة جنيه خمسة جنيه دي بنتخيل ان هو ده عبارة عن سعر بتاع المايك كنترولر بالضفة للـ PCB اللي مخلوط عليها بالضفة للـ Mechanical Design الكلام ده كله فطبعا لازم الـ Processor نفسه يبرخيص جدا فمعنى كده ان انا بقى Tailor User Interface بتاعي دوت علشان اقدر ان انا اخلي الـ Cost بتاعي يبقى يعني as low as possible طبعا بنلاقيه طبعا في حاجات كتيرة جدا زي الـ Digital Watch في الـ TV Remote Control الحاجات اللي هي حاجة فيها بعض الحاجات في العربيات برضو بيقى فيها كتير قوي بستعملوا مايك كنترولرز في حاجة كتيرة جدا الحاجة فيها مايك كنترولرز وبنشوفها في يعني common day to day appliances زي مثلا المكنسة الكهربائية الحاجات اللي هي كل الحاجات اللي هي تعتبر Electronic Devices هنلاقي فيها مايك كنترولر موجود كترمينولوجي بنتكلم على Integrated Circuit عمتا هي Miniaturized Electronic Circuit that consists of semiconductor devices and passive components contained in a package يعني عندنا دائرة مصغرة بيقى فيها semiconductor devices و passive components كمان يعني موجودين في نفس الـ Package مع بعض الـ CPU أو Central Processing Unit بنكلم على الكور بتاع الميك كنترولر يونيت that executes code دا عبارة عن center دا عبارة عن المخ بتاع المايك كنترولر دا هو دا اللي في الآخر الـ Commands بتروح له وبيعملها interpretation وبعد كيعملها execution المايك كنترولر يونيت اللي هو الـ MCU this is the standard acronym used for microcontrollers يعني بنكلم على MCU بنكلم على المايك كنترولر يونيت دي بيكلم على مايك كنترولر وبنكلم على ساعتها لما بنكلم على MCU بنكلم على الـ full IC that contains the CPU and the peripherals يعني طبعا احنا نتكلم ان احنا معانا memory معانا input أو output peripherals بيبقى فيه ساعات A to Ds بيبقى فيه ساعات timers كل الحاجات دي كلها مع بعض هي بتكون الـ MCU يعني الـ CPU بلس كل الـ peripherals دي هي دي الـ MCU لما بتكلم على الـ processor أو المايك كنترولر نهو n-bit الـ n هنا بتريفير للـ data bus width الـ data bus يعني ناخد بالنا من جزء بتاع الـ data فبنتكلم على ان الـ maximum width of data that can be handled at a time يعني احنا عندنا مثلا نتكلم على 8-bit MCU أو 32-bit MCU بنتكلم على الـ data bus بتاع المايك كنترولر دوت انهو 8 bits يعني يقدر في any given time لما بيديه يعمل fetching لحاجة من الميموري يقدر يفتش حاجة تبقى الـ width بتاحها 8 bits أو هنا الحاجة بتبقى 32-bit طبعا كل ما احنا علينا في الـ number of bits ده كل ما طبعا السعر غيري النتيجة لان الـ complexity اللي تبقى موجودة جولدشيب تبقى أعلى في الوقت النفس طبعا بيبقى فيه سرعة وبيبقى فيه سرعة يعني في الـ execution بيبقى الدنيا طبعا أسرع بكتير نتيجة ان انا بفتش الـ memory بتاعتي بطريقة أسرع فطبعا ممكن يبقى فيه مزايا وفيه عيوب طبعا لإيه لان انا ازود او اقلل الـ number of bits طبعا لكل application بيبقى فيه optimal number of bits يعني ما ينفعش ان انا استعمل في application يبقى مش محتاج data transfer كتير استعمله حاجة 32-bit يبقى انا كده بحط cost زيادة في حاجة مش مستهلة cost ده فلازم افكر كويس قوي في الـ problem بتاعتي قبل ما اختار microprocessor او miccontroller اللي انا هستعمله في الـ application بتاعي الـ architecture بقى بتاع المايكرو كنترولر عمتا بيريفير لـ internal hardware organization of a microcontroller يعني هو نفسه الاجزاء اللي فيه متوصلة مع بعض ازاي يعني الـ CPU علاقتها ايه بالـ peripherals وهما الباصلز اللي موجودة جوه شكلها عامل ازاي والـ access عليها بيبقى عامل ازاي واذا كان فيه مثلا جزء بتاعها مثلا بنتكلم على يعني مش بس الـ peripherals بتكلم مثلا ازاي كان في الـ memory نفسها الـ organization بتاعها موجودة فين بالنسبة للـ program وبنسبة للـ data هل هما الاثنين في نفس الـ space هل هما في spaces مستقلة طبعا بيبقى عندنا يعني كل hardware architecture عنده its own set of software instructions called assembly language that allows programming with the miccontroller يعني ما ينفعش ان انا اقول ان انا هستعمل مثلا miccontroller assembly بتاع مثلا 8051 علشان الـ program مثلا arm او program pick او program اي واحد من الـ miccontrollers التانية لان كل واحد فيهم architecture بتاعها مختلفة بالتالي الـ assembly language ما بينفعش ان هو يشتغل على الـ architecture التاني دوت ده بيقول لنا برضو ان احنا لو احنا مثلا بنتكلم على عندنا مثلا كمبيوتر مثلا PC وعندنا كمبيوتر ابل فلو احنا عندنا program بيشتغل هنا ما ينفعش يشتغل هنا نتيجة برضو نفس السبب ان هما الاتنين في الاخر الـ assembly او machine language اللي في الاخر خالص اللي بتبص هنا على architecture مختلف خالص على architecture في ناحية التانية فبالتالي الـ program بتاعي بيبقى tailored architecture اللي انا بشتغل عليه ما ينفعش ان انا اشغاله على architecture تاني طبعا في عندنا انواع كتيرا مايكرو انترولر architecture في مثلا Intel 8051 ده مشهور جدا الـ Xilux D80 مشهور قوي Atmel AVR وطبعا الـ ARM وطبعا الـ PIC الحاجات دي كلها كلها حاجات تعتبر architecture مستقلة وكل واحدة فيهم الحقيقة لها مزايا عن التانية ممكن ان احنا نستعمل الـ chips دي علشانها في الحقيقة 2 general classes of architectures ممكن ان يلاقيهم في كل الـ microprocessors والmicrocomputers والmicrocontrollers موجودين في الدنيا وهم الـ Harvard vs Von Neumann architectures في الـ Harvard architecture هو the type of computer architecture where the instructions or program code and data are stored in separate memory spaces يعني كل واحد فيهم بيبقى موجود في memory مستقلة عن التانية يعني لما اقول ان في عندي address 1000 address 1000 ده كمعلومة مش كفائية لازم اقول address ده موجود في program code ولا موجود في data memory يعني ده بيبقى عندي بيبقى specify الـ address بتاعي وبقى specify ان هو اذا كان program ولا data ودي طبعا حاجة مهمة جدا ان انا ابقى اعرفها علشان ممكن يبقى فيها عندي نفس الـ address هو موجود في الـ program وموجود في data طبعا دي موجودة وابرز مثال ليها هي الـ 851 architecture هو اللي احنا نهندرسه ان شاء الله في المحاضرات دي ودوت الحقيقة يعتبر واحد من مجموعة action architecture اللي هي بت belong لـ class دوت من الـ Harvard architecture دوت الـ Von Neumann architecture بقى بيبقى فيه الحقيقة الـ instructions with data are stored in the same memory space طبعا لما نتكلم على الـ program اللي هو الـ programs اللي تشغل عندنا مثلا في الـ computer نلاقي ان الـ program نفسه لما بنشغله احنا بنحمله في الـ ram وبعد كم نتلقي عمله execution فهو فعليا الـ ram بتاعتنا اللي موجودة في الـ computer دي بت host الـ 2 بت host الـ program وت host data فباسيكلي لما بقول Address 1000 ما ينفعش ان انا اقول ان فيه Address 1000 data و Address 1000 program في الـ Von Neumann architecture Address 1000 ده ممكن يكون program او ممكن يكون data وهم الـ الاتنين يعني لو انا قلت الـ Address 1000 ده فيه data يبقى معنى كده هلاص مفيش Address 1000 تاني فيه program مثلا اوكي فهنا الـ instructions and data are stored in the same memory space اوكي فده واحد من الحاجات اللي احنا برضو هنشوفها لما نمتدي بقى المحاضرات بتاعت الـ arm هنلاقي ان الـ arm processor 0 timer 1 فيه serial port فيه بعض الـ i-o ports بتبقى هي اللي بتعمل الـ input output اللي هو الـ digital input output بيبقى فيه عندنا ممكن يبقى فيه عندنا 64k bus expansion control ممكن نستعمله عشان اكسباند الـ memory space بتاعنا وممكن يبقى فيه عندنا هنا بقى الجزء اللي بيعمل لي clock اللي هو بمسل clock بتاعتها الـ CPU ديه بيتبقى ممكن تبقى غالي من crystal برة او ممكن يبقى فيه عندي internal oscillator ممكن يعمل لي الـ timing داو ممكن يبقى فيه مجموعة من الـ interrupts برضو بتبقى موجودة ودي طبعا بيبقى الاساس فيها الخارجي اللي فيها هو interrupt zero interrupt one دا الـ external ممكن هو ممكن نحنا يعني بقى فيه حاجة external event ممكن يقوز الـ interrupt داوة وفيه other interrupts بقى تبقى يبقى من جوه زي من timer زي من serial port زي من الحاجات اللي هي internal preference موجودة جوه الـ chip نفسها لو احنا جدا نبص بقى على silicon fc 8051 هلقى الدنيا معقدة اكتر بكتير جدا فيه عدد اكبر جدا من الـ peripherals وممكن يبقى عندنا عدد من الـ pins في الـ input output يعني في خارج الـ chip نفسها عدد كبير قوي يعني احنا بتخليل الـ chip هي الحاجة بالـ grey دي وكل الحاجات اللي باره دي كلها حاجات الـ peripherals للـ internal peripherals موجودة جوه الكور موجود هنا لو دا الـ CPU بتاعنا دا الـ 8051 core الاساسي بتاعنا وفيه بعد كده ممكن نلاقي ان الماموري بتاعتنا بقت اكبر بكتير قوي يعني هنا الـ program memory اكبر بكتير الرام اكبر بكتير برضو رام حد ما يعني على اقل الضعف اللي كانت موجودة قبل كده بنتكلم على ان فيه عندنا برضو مش بس الرام الاساسية دا فيه كمان رام اضافية موجودة 4K وبنتكلم على الـ speeds بتاعت الـ speeds اللي ممكن تشغل بها الـ processor دا بتبقى حقيقة اعلى شوية من اللي كانت موجودة قبل كده في الـ original 8051 فيه عندنا عدد اكبر من الـ timers فيه عندنا عدد اكبر من الـ عدد اكبر من الـ عدد اكبر من الـ عدد اكبر من يعني كل الحاجات في الـ Silicon Labs هل هي اكتر شوية من اللي كانت موجودة في الـ original 8051 وطبعا نتكلم على الـ A to D's وD to A's عندنا بقى ساعتها برضو يعني دي حاجات اضافية ما كانتش موجودة قبل كده في الـ original 8051 طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نفهم ده بالزبط ايه اللي بيحصل فيه احنا اللي بنعمله في المحاضرات ان احنا بنمشي على كل واحدة من الـ blocks دي علشان نشرحها ونعرف بتشغل ازاي ودي طبعا الاساس بتاع ان احنا نفهم الـ programming بتاع الـ 8051 اللي هو بتاع Silicon Labs ده بدبس شوية في بعض الناس ممكن تتساءل احنا دلوقتي بقى فيه عندنا 16-bit 32-bit microcontrollers هل 8-bit microcontrollers still relevant يعني still لهم اهمية ولهم استعمال في الحقيقة زي ما احنا قلنا ان الـ endbit دي الـ endbit بترفير للـ data bus width وده طبعا نتكلم عن maximum width of data it can handle at a time لو بتكلم على الـ PCs احنا ممكن نوصلنا دلوقتي لغاية 64-bit microprocessors اوكي وبنتكلم على 55% من الـ processor sold per year or 8-bit رغم ان احنا نشوف الكمبيوترز كلها تشتغل حاجات الـ bit width بتاعها عالي الا ان احنا عندنا عدد اكبر الحقيقة بكتير قوي بيشتغل 8-bit لان باسيكي بيكلم على يعني 8-bit miccontroller Z are sufficient and cost effective for many embedded applications يعني مش معقولة مثلا انا دلوقتي عايز اجي اعمل ريموت control هيتبقى بخمسة جنيه وحط فيه processor قيمته مثلا 3400 جنيه ملهاش معنى في عندنا application صغيرة جدا بالـ application Z مش محتاجين نحط فيها حاجة معقدة هي بالنسبة لها 8-bit miccontroller ده كافي جدا كافي جدا بالنسبة للـ application وفي الوقت نفسه بيبقى cost effective يعني بيبقى سعره مناسب جدا للـ application بالاضافة اللي نحنا نتكلم على ان حاليا بقى فيه advanced features and peripherals are added to 8-bit processors by various vendors ده عندنا مش شركة واحدة بس اللي بتعمل 8-51 ده عندنا فيه 4-5 شركات مختلفين بيعملوا كل واحد بيعمل its own version من 8-51 بيضيف عليه بقى advanced features بيضيف عليه يعني حاجات ممكن تخلي ان فعلا يعني بقى قريب قوي في performance من الحاجات اللي ممكن تبقى اكبر من كده فالحقيقة بنتكلم على 8-bit miccontroller are well suited for low power applications that use batteries نتكلم على remote control مثلا لو في عندنا لعب اطفال فيها مثلا بطارية بنتكلم على الساعات الرقمية بنتكلم على calculators بنتكلم على الحاجات اللي هي في الاخر لازم يبقى الاستعمال بتاعها يستهلك minimum amount of power بحيث ان البطارية دي تفضل وقت طويل احنا بنقيم performance بقى بعض من الحاجات دي الحقيقة بان احنا هنقول اذا كان البطارية بتستهلك بسرعة ولا لا فدي حاجة برضو من الحاجات المهمة اللي لازم اخدها في اعتبارنا ففي الاخر نقدر نقول ان 8-bit ده still relevant وفيه applications كتيرة جدا بتحتاجه فبالتالي لازم نفهمه لازم نستعمله في ال applications اللي محتاجه ان احنا نستعمله ما ينفعش ان انا اشتغل بحاجة 32-bit فapplication 8-bit وفي الوقت نفسه برضو مش هينفع نشغل 8-bit فاحنا ندرس 8-bit وبعد كده ندرس ال arm فمعنى كده نقدر ان احنا نغطي ال applications اللي احنا ممكن نتعرض لها باستعمال المايكرو كنترولر الكور بقى بتاع ال 8-51 اللي موجود في سيليكون لابس هو حاجة بيسميها CIP ده هو عبارة عن CPU بتاع السيليكون لابس اللي هو ماكوترول هم استعمله وغالبا السيريس كلها بتاع ال C-851 بتاع السيليكون لابس اللي على نفس الكور بالظبط ال C-51 ده بيمبليمانت ال standard 8-51 organization as well as additional custom يعني كده كده لازم عشان يبقى هو 8-51 compatible لازم يبقى في كل الحاجات بتاع 8-51 ممكن يزود بعد كده بقى فالحقيقه بيستعمل clock rate بيكلم على 25 ميجا هيرتز ده بيكلم على maximum clock rate بتاعه 25 ميجا هيرتز والحقيقه دي بنتكلم على ان ال peak throughput بتاعها 25 مليون of instructions per second يعني 25 MIPS اللي هو million instruction per second فبنتكلم على برضو ان ال rate بتاعه الحقيقه يعتبر بالنسبة لل microcontroller اللي هي 8-51 القديم خالص اللي كان بيشتغل much lower clock rate بنتكلم انه هو طبعا سريع جدا وبنتكلم على ال C-51 عنده مئة وتسعة instructions بيستعملهم علشان يعمل ال operations بتاعته طبعا ما بنقدرش نقول علينا هو risk processor لا ده هو فيه عدد من ال instructions بتبقى كبيرة شوية بس دي الحقيقه بتسهل علينا شوية واحنا بنكتب assembly using assembly language بتاعته المايك كنترول بتاعنا الحقيقه ممكن نقول علينا هو fully integrated mix signal system on a chip اول حاجه mix signal علشان هو بي contain both digital and analog peripherals يعني ممكن نلاقي نفس الشيب دي فيها جزء بيبقى داخل كله digital هيا ال input output general purpose input output ports دي وفي عندنا جزء بيبقى داخل على ال A to D بيبقى analog يعني كذا A to D ممكن نتعامل معهم وكل ال input ستبقى analog فباسيكلي احنا ممكن نتعامل يعني ال chip نفسها بتتعامل digital and analog peripherals بنسميه system on a chip علشان بي integrate memory cpu peripherals and clock generator in a single package يعني داخل هو كله على بعض وكذا ممكن نشتغل واحده خالص مش محتاج اي حاجه خالص من بره مش محتاج ان هو يبقى فيه حتى crystal من بره عشان تعمله ال clock بتاعته مش محتاج يعني محتاج بس ال power هو جوه كل الحاجات اللي هو محتاجها وهو بعد كده بيانترفيس بقى مع ال inputs بتاعته ويطلع ال outputs بتاعته مش محتاج اي حاجه تاني يعني مش محتاج ان انا اد preferals لي من بره عشان يعمل functionality بتاعته طبعا دي حاجه بالنسبة لنا ممكن تبقى فعلا عملية جدا وطبعا ال package احنا بنكلم عليها بالذات اللي هي ال ATC AT51F020 فيها ميزة لطيفة جدا ان هي يعني mid pin وطبعا mid pin طبعا اللي هو يعني surface mounted ما تبقاش حجمها كبير فتسمح لنا ان احنا يكون عندنا عدد كبير جدا من input outputs نقدر نتعامل معها طبعا دي حاجه فيه ميزة وطبعا احنا نتكلم علي ان ال chip دي بزياد تعتبر واحدة من ال chips اللي هي مش يعني ما هيش expensive روات نفسه نقدر نقول عليها ان هي عملية جدا تتعمل لنا كل applications اللي احنا ممكن نفكر فيها بالنسبة لل small medical devices لو نتكلم علي المواصفات بقى بتاعت ال chip بتاعتنا هي peak throughput بتاعها يعني تقدر تطلع علينا او تقدر تنفذ ب red add a نتكلم علي 25 mega instructions per second نتكلم علي flash program memory بتاعتنا اللي نقدر نحط البرنامج بتاعنا up to 64k ده يعتبر بالنسبة لل assembly language يعتبر كبير ما هوش صغير ابدا كان زمان الحاجات بيبقى فيها 4k و 8k و حاجات كده 64k تعتبر معقولة جدا بالنسبة لل application مش بطال بنتكلم علي on chip ram بتاعتنا 4352 دي بتبقى ال 4096 اللي هي بتاعت ال 4k اللي كانت بره وفي بقى ال 256 الاضافية اللي كانت موجودة اللي هي قريبة من اللي فيها ال registrers فيها الحاجات دي كلها في عندنا full duplex ur اللي هو universal asynchronous receiver transmitter بنكلم علي منه اتنين موجود بنتكلم علي timers 16 bit timers عندنا خمسة يديش ترقى input output ports عندنا 64 pins يعني بتكلم علي تمانية في تمانية تمانية ports تمانية pins بنتكلم علي A to D عندنا واحد اتناشر bit بتمانية channels وعندنا واحد تمانية bit بتمانية channels بتكلم علي deck resolution بتاعتنا ممكن توصل اتناشر bit بنكلم علي deck output بتاعنا ممكن يبقى فيه اتنين output يعني فيه analog outputs ممكن تبقى اتنين ال comparators ممكن يبقى فيها اتنين ال interrupts ممكن يبقى فيه two levels ممكن يتحكم فيهم ونتكلم في كل كلام دا التفاصيل طبعا لما نيجي نتكلم علي الحاجات دي كلها دا تاني ال block diagram بتاع ال chip اللي هنشعر عليها بيبقى فيه عندنا 851 core زي ما كنتم بقول وفيه هنا ال program memory هنا الجزء بتاع memory اللي هي register memory هنا الجزء بتاع هو ال ram اللي قاعدية خالص general purpose ram بيبقى فيه عندنا هنا بعد كده مجموعة output downwards الموجودة بيبقى فيه عندنا عدد كبير او من del pierwsze موجودة هنا لن انا ممكن اكون محتاج بعض الحاجات دي اكتر من حاجات في عندي فليكسبيلتي ان كل الحاجات دي موجودة وانا بختار ايه منها اللي يبقى خارج برا ايه منها اللي يبقى موجود له على الشيب من برا فممكن اقول لها بالشكل ده كده ان الشيب بتاعتي يعني ممكن الصوفتوار يمكن الريكوم فيجر البيفيرلز بتاعتي ان هي تكون في اطليقاتي تبقى كلها مسلا general purpose input output ممكن في اطليقاتي تاني لا تبقى analog يعني ممكن اخد بيها مثلا تمانية عشان الـ A2D اللي هو الـ 12 بيت وتمانية علشان الـ 8 بيت ويبقى كده بدخل الـ 16 بيت من اللي موجودين عندي في الـ input output. ممكن اتكلم ان انا يبقى في عندي عدد منهم او كزا واحدة منهم تبقى شغالة في الـ UR شغالة كـ serial interface. ممكن اشتغل بواحدة فيهم ان انا بقى مدخل بها input عشان تخش لك الـ timer. ممكن ابقى بعمل counting لحاجة باستعمال inputs جالي من برا. فيها حاجات كتيرة جدا فيها flexibility الحقيقة. وهنشوفها مع بعض لما هندرس بقى كل واحدة من الحاجات بتاعتنا دي بالتفاصيل. بتسمح ان الـ software بتاعي ممكن يعمل تغييرات او ممكن ان هو يستعمل الـ peripherals الموجودة جوه الـ chip بشكل ويبقى عنده الحاجة اللي برا ممكن تتغير وهو نفسه بالـ software يقدر يغير الـ connections بتاعته بحيث ان هو يقدر في الاخر يعمل الـ function اللي مفروض يعملها بشكل efficient. الـ memory organization بتاع الـ chip بتاعتنا معمول بشكل يبقى عندي في الـ data memory مختلفة عن الـ program memory هما اليتيب ليون نفس الـ addresses mission يعني ممكن يبقى فيها عندي هذه address هنا 0 فيها عندي هذه address هنا 0. انا اكتشي لي بعرف ان كانت هاخد من هنا من الـ data memory او من الـ program memory بتاعنا يعني الـ program و data memory بيبقى access via different instruction types. يعني ممكن يبقى الانستركشن بتاعي اسماحي ان انا اقرى من البروغرام ميموري او الانستركشن بتاعي اسماحي ان انا اقرى من data ميموري. فحسب الانستركشن اللي انا بستعمله انا بعرف او انا هقرى من هنا او هقرى من هنا. فاحنا شفنا ان في عندنا متن ستة خمسين بايت ميموري. دي بتبقى موجودة عندي هنا. في الحقيقة انلاقي ان احنا معسمين الجزء ده كزا حاجة. يعني اول حاجة من zero 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 اكس 7F ده ال 128 بيت الاولانيين. دول بيتكلم ان انا ممكن اعملهم addressing or indirect addressing. ال upper 128 memory في الرام يعني address. بنتكلم انه هما دول بيبقوا address بس indirect addressing. لو انا عملت direct addressing للaddresses دي انا بقى address registers بتاعتي. registers هي عبارة عن يعني مجموعة من من الاماكن اللي بيبقى فيها status وبيبقى فيها control بتاع ال peripherals بتاعتي كلها. فدي مش بتبقى محطوطة في الميموري. لا دي محطوطة في مكان مخصوص. بس بتشير نفس ال address مع الميموري بتاعتي ليه ال internal data space بتاعي. فبتكلم انها ساعتها. لما بعمل addressing بمسلا zero x 80 اوكي. بإن direct addressing بمعني كده ان انا بقى ارى حاجة من هنا. لو بعمل بنفس ال address هو هو. zero x 80. direct addressing انا بقى ارى هنا ال register ده. فانلاقي ان في عندنا ال register لها ارقام او لها addresses واخدها من اول zero x 80 لغاية zero x f f. ابعارف ان هي دي مش موجودة في الميموري. لا ده موجودة في special او في parallel space كده. وانا لما بعمل direct addressing ليها يبقى انا بعمل لها accessing بالشكل ده. انما لو عملت indirect addressing لنفس ال space هو هو يبقى معنا كده. انا بكلم ان انا بقى address الميموري. طبعا حكاية direct addressing وال indirect addressing دي هنشوفها كويس قوي في الجزء بتاع ال assembly عشان نفهم كويس قوي هي دي بتشتغل ازاي ويعني هيبقى في فهم اعمق لها ان شاء الله في الجزء ده. في الجزء بقى اللي هو الاولاني اللي انا ما عنديش في مشكلة ما فيش اي حاجة معاه parallel هنا اللي هو lower 128 byte RAM. بنتكلم ان احنا ممكن نشتغل direct and direct addressing. ومش بس كده بتكلم ان عندي هنا مجموعة من general purpose registers كده بستعملهم. يعني R1 R2 R0 حاجات بشكل ده كده. ممكن استعملها بشكل عام يعني ممكن مش انا بس لا استعملها. يعني مش preferal واحدة بس اللي بتستعملها لا اي preferal ممكن استعملها او ال program نفسه ممكن استعملها. وفي جزء كده عبارة عن 16 byte بيبقى حاجة بنسميها bit addressable. bit addressable معناها ان انا كل واحدة من ال bits الموجودة هنا دي ممكن اكلمها كأنها variable. يعني انا ممكن يبقى في عندي اعرف memory type او data type عبارة عن bit. والbit دي تبقى موجود في bit addressable دي. لما بتكلم مع ال bit دي بتكلم مع ان انا يعني ممكن اخليها set او ممكن اخليها clear لوحدية خالص ما لاش اي علاقة بال bit اللي موجودة فيها. فحكايتني يبقى في عندي bit addressable space دي ممكن تساعدني برضو ان يبقى في عندي flags. بدلا ما اضطر ان انا احجز مثلا ثمانية bits عشان الفلاج. احجز بايت كامل عشان الفلاج دوت. وهو الفلاج ده اصلا زير واحد بس. لا ده انا ممكن اخليه موجود هنا في bit addressable area كbit واستعملوه كbit. ويبقى معنى كده ان انا ممكن عندي بقية المائة تمانية وعشرين ممكن احط فيهم flags تانية او ممكن استعملهم بقى كdirect يعني استعملهم كbyte عادي خالص زي بقية الايه بقية اللي هو lower 128 bytes of ram. فجزل بتاع bit addressable area ده معناه ان انا ممكن ادرس bits فيه بس اكشنل ممكن اتعامل معها كbyte برضو. فدي الحقيقة برضو ممكن يبقى فيها ميزة ان انا ممكن اقرأ مثلا كذا bit واكتبهم هنا في الاخر اقرأهم كلهم كbyte في الاخر. فطبعا بيبقى في ميزة يبقى في عندي حاجة زي كده في الميموري بتاعتي. بيبقى في عندي ال flash memory بتاعتي اللي مكتوبة هنا ديدي موجودة عندي فيها ال program بتاعي. وبنتكلم على ان احنا في الاخر ممكن ان احنا نحط فيها data كمان. يعني في عندي جزء من space هنا لو انا حطيت فيه data. لو فرضا عندي مثلا ال program بتاعي بيستعمل table. والtable ده constant. اوكي لو انا بعمل generation مثلا عايز اعمل ECG simulator. فعندي ال waveform تاعت ال ECG المفروض اطلعها. بدلا ما اخزنها في الميموري بتاعتي وهي بعد ما اشيل الكهراء بتاعتي بعد ما اشيل البطارية ممكن انها تتمسح. لا ده انا باكتبقى هنا في ال program memory. وبعد كده بقى اراها من البرنامج بتاعي ب instruction type مخصوص. واستعملها. وكل مرة بعد كده اشيل البطارية وحطها بتبقى ستيل موجودة. واقدر اقراها برضو. ومعنى كده ان انا ممكن استعمل ال flash memory اللي هي rom. ممكن استعملها ان هي اخزن فيها constant data. constant data معناها ان ال data متتغيرش. يعني بيبقى عندي مثلا مجموعة من الحاجات كده موجودة عندي. مثلا وانا بستعمل البرنامج في قيمة pi. فبدلا ما اخزن بدلا ما كل مرة احصل pi او ان انا فممكن بعد كده كمان بقى بالاضافة لل internal data وال program. ممكن يبقى عندي external space. external space ده ممكن ان انا اضيفه بقى من خلال ان انا اعمل extension bus او expansion bus للشيب بتاعتي. ويبقى عندي بره external memory. طبعا دي مش لايك اللي احنا نستعملها في ال application بقيتنا اللي احنا هدفنا اساسا ان احنا نستعمل حاجة يبقى الحاجات اللي موجودة فيها تبقى كافية عشان يبقى الحجمه صغير. لو انا كبرت من بره يبقى معنا كده ان انا بتكلم ان الحجم بتاعي يبقى كبير. عدد بتاعتي ما هيبقى قليل هيبقى عندي الكوست بتاعي برضو بالتالي هيعلى. فانا لو احتكت بميموري اعلى. انا في رأيين انا بروح لبروسيسور اكبر. مش باخد نفس البروسيسور واعمله expansion. فباسيكي جزء بتاع ال external data space دوت هنتكلم عليه كده نظريا عشان يبقى عارفينه. بس فعليا لو احنا بنيجي ديزاين احنا ما بنصحش خالص نحنا نستعمل الاكستنشن او الاكستنشن باس ده في الapplication statal mic controller. في الحقيقة واحدة من المزايا الكبيرة اللي موجودة في التشيب اللي احنا بستعملها دي ان الفلاش ميموري بتاعتها كان بي ريبروغرامد ان سيركيت. يعني ممكن احنا نستعملها طبعا في النابل وطال data storage. وبتعلو field upgrade of the 8051 firmware. يعني انا دلوقتي لو انا عملت ديزاين بتاعي. يعني مثلا في عندي device medical device عملتها ديزاين وخلاص يعني الديزاين ده تباع بقى موجود product في السوق. لو انا فرضا لقيت عندي بوج او لقيت عندي ان انا بعمل كل شوية update مثلا بحيث ازود functionality او حسن accuracy او اعمل اي حاجة ازا ما احنا بنشوف ان اي حاجة في الدنيا فيها software بتعمل upgrade او بيبقى في لها upgrade كل فترة. فدلوقتي لو انا كنت محتاج ان انا كل مرة اجعلة upgrade لازم اشيل دي احطها في programmer وبعد كده احطها تاني في ال circuit بتاعتي دي دي تبقى حاجة صعبة جدا وخاصة انا بكلم على chip بتاعتي دي. دي surface mounted. فيه صعوبة الحقيقة ان احنا برضو نشيلها ونحطها ونحطها في programmer يعني ما هياش بسهولة دي ما هيش بال يعني حاجة مش ضريفة طبعا احنا على الاقل في حتى مش بشارت في surface mounted. في اي chip تاني احنا نشيلها من مكانها ونحطها تاني علشان بس مجرد نعمل software upgrade. فدي مزيتها ان احنا ممكن في مكانها في الدائرة بتاعتها ممكن نعمل لها programming بسعمال interface بسيط كده. وفي الحقيقة دي بتسهل لنا كثير جدا ان احنا ممكن يتعمل upgrade ده من خلال مسلا connector برا ال device خالص. بحيس انها تريد program chip بتاعتنا في مكانها من غير ما اضطر ان انا اعمل بقى عملية ان انا بشيلها و احطها تاني. بنتكلم على program memory بتاعتنا تتطور كبيرة. طبعا ممكن احنا بنتكلم على في عندنا بعض الاجزاء بتبقى حاجة اسمها reserved for factory use. دي ما اقدرش استعملها حقيقا. دي سعب يحطوا فيها بعض النتائج بتاعت التاستنج بتاعها او بعض ال information عن الباتش اللي اتعمل فيها manufacturing. في الاخر ما اقدرش انحنا نعملها فعليا يعني. فمعنى كده احنا نستعمل كل ال 64 كيب تقعنا معادة ال 15 بايت اللي هم factory reserve دول. في عندنا ال 122 بايت في الاخر خالص ممكن نسميها scratch pad memory. دي ممكن نحطها كنن volatil storage of program constants. يعني ممكن من داخل البرنامج بتاعنا actually. دي قدر نكتب عليها حاجة. يعني دي حاجة طبعا تطبقها مهمة جدا ان احنا نقدر نعملها. يعني في فرق ان انا نكتب constant. يبقى موجود عندي forever. وفي فرق ان انا يكون عندي constant دي بتتغير. يعني ممكن ان انا في داخل البرنامج اقدر ان اكتب على الروم بتاعتي. فدي طبعا حاجة جميلة جدا يبقى في عندنا حاجة زي كده. لان انا ممكن ان انا يعني بستور عليها مثلا ال settings بتاعت ال device بتاعتي. ال preferences بتاعت ال user. بحيث كل مرة لما يفتح ما يضطرش ان هو يبتدي from scratch. لو هو في adjustment مثلا معين ال devices دي قولي بعملها كل مرة. ممكن انها يبقى stored مثلا في scratchpad memory دي. بحيث انها تبقى recovered كل مرة. والبرنامج بتاعي يشتغل بها من غير ما يضطر اليوزر يدخلها من اولا دي التاني. الانتران دي التاني زي ما قلنا كنا منتكلم عليها. عندنا هنا 50 byte. وفي عندنا هنا 180 byte اللي هما special function register. اليوم نفس ال addresses بتاعت ال upper 128 bytes اللي مقدينا عندي. فهنا لما بقى address نفس ال address بدارك ادرس بادرس هنا. لما بادرس نفس ال address بدارك ادرس بادرس هنا. اذا قلت مسلا عندي 0x50 اللي موجود هنا. ف0x50 دارك ادرس بمعنى كده بتكلم عن special function register او SFR. او بتكلم هنا اللي اندارك ادرس باتكلم على memory address عادي خالص. بقيت الاجزاء التانية دي ممكن عمل لها accessing بدارك واندارك ادرس من غير اي reservations خالص. في جزء صغير اللي موجود عندي هنا دوت اللي هو ال bit addressable. ده ممكن عمله addressing كبت او كبايت. يعني ممكن انا اتكلم مع one of the bits هنا. وست اتخليها بواحد ولا clear اتخليها بزيرو. وما بقاش في عندي اي مشكلة ان انا اتكلم مع البايت التانية كلها. البايت نفسها اللي هي موجودة فيها. مش محتاج ان انا بقى استعمل البايت كلها علشان اعمل flag لانا ممكن اعمل flag عبارة عن single bit. ففي الاخر بنتكلم على ان يعني الجزء اللي هو بتاع ال bit addressable area ده بيدينا flexibility عالية في ال programming بحيس ان احنا نقدر نستعمل bit variables. وفي نفس الوقت ممكن احنا نكمباين كذا bit variables بحيس نقراهم كلهم كبايت على بعضي. ال special function registers الموجودة عندنا في ال processor بتاعنا. هم بيشتغلوا بعملوا control و data exchange with the microcontrollers resources and peripherals. يعني ما كون مسا عايز اتكلم مع timer. ال timer ده اكلمه ازاي? ال timer ده بيبقى لهم اجموعة من special function registers موجودين مخصوصين بتوعه هو. لما بعمل مثلا setting او clearing ل bit موجودة فيهم بيبقى لها معنى بالنسبة لل timer دوت. يعني ممكن انا اشغل timer بيبقى له bit معينة بشغالها او بحطاب واحد يبقى معنى كده هو يشتغل. لو بحطتها بزير ومعنى كده هو بيقف. لو بتكلم ان انا عايز clock بتاعتي تبقى بشكل فلاني برضو بيبقى فيه طريقة باستعمال هي الطريقة ال communication بتاعتنا مع كل وكل الموجودة في المايك كونترولر. بالنسبة للتشيب بتاعتنا برضو بتاعتنا برضو بتاعت ال SFRs found in a typical 851 implementation. في الحقيقى احنا زي ما بقول كده احنا لما بديه نعمل 851 compatible device بيبقى لازم يكون عندنا كل الحاجات اللي كانت موجودة في ال 851 الاصلي. بعد كده بنزود عليها. فباسيكلي بنتكلم ان احنا عندنا ممكن نقول ان الشيب اللي احنا بشتغل بيها super set من ال 851 الاصلي. يعني فيها الاصلي ده بالاضافة لحاجات تانية. وفي الوقت نفسه الحقيقة طبعا هلاقي عشان compatibility هنلاقي ان ال original mcs 51 هو ده core بتاع ال original 851 processor هنلاقي كل الحاجات بتاعته موجودة. وممكن نلاقي ان احنا عندنا بعض new functionalities موجودة مضافة عليها بس الحاجات الاصلي بالتاكيد كلها موجودة. عشان طبعا maintain compatibility. يعني ال processor اللي بتكلم عليه دوت هو بالتاكيد اي حاجة كانت يعني اي assembly كان مكتوب على ال 851 اللي هو ال original. مفروض ان هو بيبقى compatible معها. هو في بعض الحاجات. لا هي اعلى شوية فممكن ما تبقاش ما نضغرش انشغالها على ال 851 الادي. بنتكلم على بعض ال sfr الموجودة عندنا. بتبقى موجودة الحقيقة bit addressable. يعني ايه bit addressable? يعني ممكن انا اتكلم مع bit معينة. مثلا interrupt enable مثلا بيبقى single bit. ممكن اتكلم على interrupt enable دي الوحدية خالص. زي ما كنت بتكلم في bit addressable area. فلو احنا بنتكلم على ال sfr اللي هي ال address اللي هو most significant bit بتاعتها 0 او 8 يعني اي حاجة 0 1 0 2 0 3 او 0x 8 0 8 1 8 2 وهكذا. كل دول بيبقى bit addressable. معناها كل bit لوحديها نقدر نتكلمها. طبعا مش كل ال sfr كده فلازم ناخد بالنا كويس قوي. لو احنا عايزين نشتغل ب bit wise operations اللي بواخدين بالنا اذا كان ال register بتاعنا اللي هو ال sfr احنا مش بتعامل معاها دوت. هل بيسمح بكده او لا. هو واحد من ال register اللي هي بيت addressable ولا لا. فدي طبعا كل واحدة من ال peripherals على حده هنشوف فيه اذا كان هو كده او لا مش كده ونتعامل معاها على هذا الاساس. ال table ده الحقيقة بيورينا كل ال special function registers الموجودين عندنا في ال chip اللي احنا بنتعامل معاها. دي كل واحدة من ال blocks دي تطبر special function register المستقل. دول المجموعة بتاع ال special function registers اللي فيهم ال register نفسه بيت addressable. زي ما احنا شايفين كده هو اي register في zero او تمانية في ال g significant bit هو يعتبر في الاخر يبقى special function register bit addressable فباسيكا كل دول bit addressable بقيت ال register الثانية دي ما هم ماش بيت addressable. فباسيكا لازم ما نتعامل مع ال register الثانية دي هنتعامل بحاجة اسمها masking اللي احنا هنجدين نغير ال bit معينة بحاجة نغير values بتاعتهم. هنشوف بقى الكلام ده كله في كل واحدة من ال preference على حدة. في عندنا الحقيقة مجموعة من IO ports. IO ports دول عندنا ports من zero غاية ثلاثة دول bit to byte addressable من اربعة لغاية سبعة دول byte addressable. يعني مفعش ان انا address bit فيهم. يبقى بكلم عندي total بقى دلوقتي او في تمانية ports. كل واحد فيهم تمانية bits. يبقى بكلم على 60 general purpose input output pins. ال access لل ports دي is possible through reading and writing the corresponding data registers. بقى عندنا P0 P1 وهكذا بقى ساميهم كده. كل واحد فيهم نقدر نتكلم لو انا حطيت P0 بتساوي مثلا zero x ff. يبقى معنا كده بقى اللي بتكلم عليها صفار. كل ال port pins باعتنا بنسميها 5 volt tolerance. وبتساوي configurable input output modes and weak pull ups. هلتكلم عدي التفاصيل لما ليجي نتكلم على الجزء بتاع general purpose input output. اللي ان هنلاقي ان احنا هكذا 5 volt طولران دي نحنا ال chip بتاعتنا اصلا بتشغل 3.3 volts. فمعنى كده ان هي لازم تبقى طولراند بالنسبة ل 5 volt عشان اتعامل بقى التى تى تى ال level اللي بتكلم عليها من بره لو عندي مثلا بتطلع لتى تى ال level لازم اكون طولراند لل 5 volt level علشان اقدر اتعامل معها ويقدر هو يفهم ال level بتطلع من ال chip عند ال processer بتاعنا وفي نفس الوقت برضو العكس برضو يتم يعني يبقى برضو فيه تفاهم من ناحيتين لل logic levels عشان ما يبقاش فيه اي loss of information. بنتكلم على بعض ال pins اللي موجودة عندنا في port 1 ممكن نخليها analog inputs فدي بتتبقى configured بحاجة اسمها ال crossbar هنكلم عليها برضو بعد شوية ال crossbar الحقيقى بيعملها فاقشاتي مهمة جدا يعني عندنا هنلاقي في ال series بتاعة c8051 بتاعة silicon labs هنلاقي كل ال peripherals موجودة في كل ال chips و ال chips هنلاقي بقى ان فيها احجام واشكال مختلفة جدا بيلاقي ممكن ال chips مثلا 8 pins يعني حاجة سغيرة جدا يعني اربعة من الحياة دي اربعة من الراحية دي الحاجات chips سغيرة جدا في الحاجة ممكن نكلم على حاجة 3 ميلي في 2 ميلي مثلا حاجة سغيرة جدا ونفس ال chips دي هي ممكن نلاقي فيها كل ال peripherals موجودة في ال chips الكبيرة اللي فيها 100 pins زي c8051 f020 فبنتكلم ان احنا ال pins الموجودة برا دي بقى بتشتغل ازاي دي بتتعامل او بتشتغل بحاجة اسمها crossbar digital crossbar ال digital crossbar بياخد كل ال peripherals موجودة عندنا واحنا بنتحكم بقى ال peripherals بتاعتنا دي مين اللي يشتغل ومين اللي بقى connected يعني ال port pins اللي هي وصلة اصلا في الاخر ب physical pins موجودة على ال chip دي بتبقى بالنسبة لنا نقدر نعمل لها rewiring من خلال digital crossbar دوت بحيث نوصل مثلا P10 نوصلها بوحدة من ال peripherals هنا بحيث تبقى connected بيها فدي بتسمحلي ان انا كبرجرامر وانا بتعامل مع ال crossbar ان انا اقدر ا reconfigure ال chip بتاعتي علشان تماتش ال application بتاعي يعني ممكن نفس ال chip اللي هي ال 8 pin بتستعمل في application بيبقى connected في 2 pins مثلا connected لل timer بحيث نستعملهم ك counter وفي application تاني بيبقى وصلين مثلا بيشتغلوا في نفس ال chip هي هي كل اللي بعمله بستعمل ال digital crossbar ده عشان يتحكم في نفس ال pins هي 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 هتوصل بقى ال peripherals اللي انا استعمل فدي بتديني ميزة كبيرة الحقيقة لان احنا كان عندنا مشكلة كبيرة في ال generations كان قبل كده ان احنا كان ال chip بتيجي كل ال peripherals هارد ويرد لل pins اللي بره فلو انا مثلا فرضا عندي application محتاج فيه 2 UART وعندي UART واحد ومش محتاج خالص كنت بطر ان اشتري اكبر فيها عدد من ال اكتر عشان بس مجرد يبقى فيها 2 UART فدي طبعا بالنسبة لي دلوقتي ما بقتش مشكلة اللي انا قدر ان انا استعمل جزء من ال digital input output pins دي استعملها ان انا اوصل بها second UART بحيث ان انا يبقى عندي 2 UART بنفس ال chip هي هي فدي فيه ميزة ان انا بنفس حجم ال chip هي هي او بنفس نفس ال core هو هو اقدر اكوننكت بقى لل physical pins اللي برا ال preference ازاي محتاج ان انا تبقى موجودة عندي في ال application طبعا احنا في اي application مش ممكن احنا بيحتاجين كل الحاجات دي في نفس الوقت عادة كل application بيبقى متخصص في حاجة معينة فبيحتاج حاجة معينة اكتر من الحاجات التانية فدي بتديني ميزة ان انا اقدر reconfigure الحاجات اللي موجودة او pin assignment بتاع ال pins بتاعتي بتاعتي بحيث انها تديني في الاخر functionality اللي انا اعاوز وتسمحي لانا استعمل package الصغيرة جدا 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 لما اتكلم على package 8 pin لما اتكلم على mic controller 8 pin يعني 4 رجلين من اليمين و 4 رجلين بالشمال دي حاجة صغيرة جدا وفي نفس الوقت باعدة اعمل بيها الحاجة اللي انا كنت بعملها بشيب كبيرة فطبعا دي واحدة من المزايا اللي موجودة عندي في ال C-81 architecture يعني نمشي بسرعة بقى على ال peripherals وكل واحدة من ال peripherals دي الحقيقة ناخد عليها محاضرة مستقلة علشان نقدر نتعامل معها كبروغرامنج في عندنا 12 bit انلوكتشتا كونفيرتر ده بيبقى A2D ويبقى عندنا بتاعي ممكن احنا نحدده بكذا شكل يعني ممكن يبقى ال rate بتاعي ممكن انا نحدده بشكل انا عايزه في عندي ممكن ياخد واحد من 9 inputs اوكي ال 9 inputs اوكي اوكي ال 9 inputs اوكي اوكي انلوكتشتا كونفيرتر بس يبقى عندنا 8 bit انلوكتشتا كونفيرتر في 8 bit ده مفوش بقى الجزء بتاع temperature يعني ال temperature اللي اعيزه بقى بقى 12 bit فهنا بقى عندي نفس الحكاية بالظبط بس عندي هنا برضو ممكن يبقى عندي 8 pins تانيين مختلفين على الاولين بحيث ان انا اخد منهم برضو 8 bit اوكي 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 في عندي الحقيقة اثنين 12 bit الى يعني انا ممكن ان انا برضو لو عندي digital data جوة اقدر طلعها برا في شكل انالوج يعني الابليكيشن انا كنت قلت عليه ان انا ممكن ان انا اعمل مسلا اي سي جي سيميليتر اعمل جهاز صغير يبقى متخزن فيه الديتا بتاعة الاي سي جي جي ويطلعها اللي بالريت اللي انا عايزه فده برضو ممكن ان انا اخد الـ data بتاعت الـ ECG دي احطها في الـ table موجود عندي في الـ program memory وقرأه في اول البرنامج وابتدي اطلعه بعد كده على الـ digital to analog converter ده بحيث ان هو يحوله لي analog data وتطلع لي بره بعد كده ممكن احط لها بس الـ amplifier بره ولا حاجة بحيث بعد كده اطلعها تبقى بليفل عالي عشان اقدر تست بيها الـ ECG systems بتاعتي او الـ monitors بعد ممكن بفيه عنده الـ comparators برضو الحقيقة comparators الحقيقة closely related للجزء بتاع الـ E2D لان الـ comparator هو في الاخر مورو لاس بيبقى اكينه 1 bit E2D يعني بيبقى عندي اكين في عندي reference واحد فيهم بيبقى reference واحد فيهم يبقى اكبر منه يبقى اكبر منه يبقى اصغر منه يبقى zero يبقى واحد ففي عندنا برضو عدد من الـ comparators ممكن هما ياخدونا pins من بره خالص بحيث يعملونا comparison ويطلعو لنا بعد كده الـ output بتاعنا على special functional registers other around فممكن برضو ان انا يبقى استعمل internal comparators دي لو انا بقارن حاجات ببعضيها بحيث ان انا كل ما ده يكبر كل ما ده يكبر عندها مثلا يبقى عندي هنا اكين فيه event كده اقدر عده او اقدر ان انا اعمل عليه مثلا يعني في control مثلا انا بتشكل ده لما يعلى عندها بعمل حاجة بعد كده ففي الاخر بيوفر لي ان انا احط comparator بره بيبقى فيه عندي functionality موجودة جوة الـ chip مكنتش موجودة قبل كده في الـ original AT51 نتيجة ان احنا عاوزين دايما في الـ electric converters و electric converters بيبقى فيه عندنا reference voltage بيبقى فيه عندنا internally في internal reference voltage بيقدر استعمله علشان ندخله كإنبوت لـ A to D و D to E اللي موجودين عندي على الـ chip فهو الحقيقة بيسمح لي ان انا يا اما استعمل internal reference voltage او ممكن يسمح لي ان انا دخل من بره خالص reference voltage لو انا حبيت اغير قيمة reference voltage ده فده برضو بيديني flexibility ان انا ممكن ان انا اخلي الحجم بتاع design بتاع صغير واستعمل internal او لو انا الـ application بتاعي محتاج ان انا range بتاع الـ reference voltage ده يبقى اكبر شوية نتيجة لان كل حاجة بتاعتمد على reference voltage ده في الـ operation بتاع الـ A to D و D to A ممكن ان انا اكبره وحطه واحد تاني مباره بحيس ان هو يعملي functionalite اللي انا عايز المحاضرة دي كانت عن general architecture و system overview بتاع C851F020 اللي هي الـ chip اللي هنشتغل بها في المحاضرات دي والحقيقة خدنا overview عن كل الـ preferences الموجودة فيها هبتدي بعد كده نتكلم بالتفاصيل بقى عن الـ instruction set بتاعت الـ A T51 اللي هو بتاع Silicon Labs وبتدي بعد كده كل محاضرة محاضرات الجاية نأخد واحدة من الـ peripherals ونتكلم عليها بتفاصيل بحيس ان احنا نقدر نعرف زي نعملها programming بقى عن نعم وكتبرا شكرا